بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو الماضي توقفنا عند الريستريكشن الخاصة بالستاتيك ميثود خلينا نكمل ونشوف ايش هم الريستريكشن اول قيد رح يكون على الستاتيك ميثود انها ما رح تكون قادرة انها تستخدم النون ستاتيك ديتا ميمبر او النون ستاتيك ميثود دايريكتلي ايش ما نعطوا هذا الكلام؟ مثلاً عنا اكثر من ديتا ميمبر منهم الستاتيك ديتا ميمبر ومنهم النون ستاتيك ديتا ميمبر اي ديتا ميمبر ضفنا له استاتيك هو عبارة عن استاتيك ديتا ميمبر واي ديتا ميمبر ما ضفنا له الكيوورد استاتيك هو عبارة عن نون ستاتيك ديتا ميمبر طيب شو اللي بنقصده انه انا ما رح اكون قادر اني اوصل لنون ستاتيك ديتا ميمبر بمعنى لو مسكنا مثلاً النيم ونزلنا تحت على الستاتيك ميثود واجهنا هون مثلاً حكينا له this dot لاحظ اعترض وعطاني error طيب خلينا نكمل نقول له مثلا name semicolon برضو عطاني error نصر للواضح بحكي لك بما معناه انه non static variable this cannot be referenced from a static context يعني انا داخل صياق ال static داخل اي بلوك ك static بلوك ما رح كون قادر اني اوصل لاي non static data member طيب شو الحل انا بدي اوصل لل name اه بدك توصل لل name انت مجبر انك تروح تعرف object انك مثلا تقول له student مثلا s يساوي new student هون الاس capital في هاي الحالة ممكن ان نقول له s. ونوصل لل data members اللي احنا بدنا اياها مثلا هون بدنا نوصل لل name بالاضافة لل semicolon ليش نعطينا هون error اكيد بحكي لك انه انت هون في عندك بس parameterized constructor فانت مجبر انك تبعت ال name بالاضافة لل password فانت هون حاكيله في البرامتر رايز تكون instructor لازم تبعت ال name بالاضافة لل password تمام خد name واخد password وممكن من بعدها بنحكيله s.name انها تساوي مثلا اي قيمة بغض النظر شو كانت هاي القيمة معناته انا هون ما راح اكون مخول اني اوصل direct non static data member اذا بدك تصل لها من داخل اي block static بدك تروح تعرف object على اساس توصل لهاي non static data member اما اذا كان في عندي static data member بوصل لها مباشرة زي مثلا مين زي minimal password length اذا بالله هذ هي بارة عن static data member فانا راح اكون قادر ان اوصل لها directly من دون وساطة اي object طيب احنا تحدثنا عن variable طيب شو بالنسبة لل functions او method مثلا ال login هل ممكن ان اوصل لها برضو ما راح اكون قادر ان اوصل لها كونها non static بدك تروح تعرف object بنفس السيناريو اما لو انها static عادي بستدعيها مباشرة طيب شو القيد الاخر بحكي لك بالstatic method احنا شفنا انه احنا مش قادرين نستخدم this keyword بالاضافة لك keyword اخر واللي هو super ورح نتحدث عنه لما نتحدث عن موضوع ال inheritance اما اذا حبيت اني انشئ variable عادي داخل ال static method راح يقبله بمعنى ان اقول له مثلا integer x تساوي مثلا 5 و اقوله semi-conon فهاي الجزئية قبل الامور والامور تمام طيب متى راح يعترض لما احاول اني استدعي data member من خارج هذا البلوك راح يعترض الا اذا كان static data member بالاضافة اننا راح نواجه قيود لما نتعامل مع ال static variable لما نروح على المين يعني اذا راحنا هون على المين حكنا له مثلا انتجر x مثلا تساوي 5 وقلنا له semi-conon وروحنا داخل المين بدنا نقول له ان ال x تساوي 10 عاصمة بمثال بالاضافة ل semi-conon لاحظ اعترض حكا لك non static variable x cannot be referenced from a static context نفس ال error طيب شو الحل الحل هون ان نروح نقول له static integer x ليش static integer x لانه بنلاحظ انه المين عبارة عن static method فعل اساس اني اكون قادر اني استدعي variable اللي اسمه x اما راح اخليه static او اذا ما بدك تخليه static شو بدك تعمل؟ بدك تروح تعرف object من اللي clause اللي اسمه main يعني انك تحكيله main مثلا m تساوي new main وتروح تحكيله m.lix فهاي الطريقة راح اكون انا مخول اني اوصل لل data member اللي اسمه x طيب بدك توصل له مباشرة بدك توصل له مباشرة ضيف الكيوورد اللي اسمها static فرح تكون قادر انك توصل له مباشرة بدون بساطة اي object طيب يمكن خطر سؤال على بالك انه method ال main ليش عبارة عن static هل انه ممكن اني ابني الميثود اللي اسمها main بدون اني اكتب الكيوورد static يعني مثلا في هاي الطريقة لاحظ ما اعترض وما اعطاني اي error واذا بدنا نروح نعمل comment على ال objects اللي عرفناها مثلا بدنا نقول له هون system.add.print ثم بعدي مثلا قيمة ال x نعمل run لاحظ اعطاني error في هاي الحالة طيب شو السبب؟ اذا منلاحظ طلب من الكمبيلر اني اضيف كلمة static للميثود اللي اسمها main طيب شو المغزى احنا منعرف انه المسؤول عن ترجمة الاكواد اللي يحول من high level اللي هو عبارة عن java virtual machine فالjava virtual machine رح يضطر انه ينشئ object كونه main مش static احنا حكينا لو انها static ممكن انه سديها مباشرة من دون وساطة object فبهاي الحالة رح يضطر java virtual machine انه ينشئ object اللي يكون قادر انه يستدعي الميثود اللي اسمها main على اساس يشتغل البروغرام عندنا فاحنا لما نضيف كلمة static الجava virtual machine ما في داعي انه ينشئ object على اساس يستدعي الميثود اللي اسمها main مباشرة بستدعيها من دون وساطة object وهذا بدوره رح يقلل من استخدام الممري اني معرفة object لا استدعي الميثود اللي اسمها main فاذا بدك اياه يشتغل من دون static بدنا نروح نضطر نخلي الجava virtual machine يعرف object وعن طريق هذا object نروح نستدعي الميثود اللي اسمها main فالستاتيكون وجدت على اساس الجava virtual machine يستدعي المين من دون وساطة object طيب ليش بيستدعيها من دون وساطة object على اساس يخفف من استهلاك الممري وكونوا احنا بالمين رح نتكلم عن الاستخدام الثالث من استخدامات الستاتيك كوورد وهو عبارة عن الستاتيك بلوك ليش منقصد بالستاتيك بلوك احنا هون في كلاس المين ممكن حرفيا نفتح بلوك وهذا البلوك نكتب فيه اي lines of code مثلا اساوت static بلوك وهذا البلوك رح نعطي اسم شو اسمه رح يكون رح يكون اسمه static لبالمحصل يكون عبارة عن استاتيك بلوك طيب هذا الاستاتيك بلوك مين رح ينفذه ومين رح يستدعي بمجرد ما نعمل رون رح نلاحظ انه طبعا لي استاتيك بلوك فمنستنتج انه بتم استدعائه اوتوماتيكيا ما في داعي حدا يستدعي هو مباشرة رح يتم استدعائه مرة واحدة فقط لما البروغرام يعمل لود او لما يحمل البروغرام طيب شو الفائدة من الستاتيك بلوك استستخدم لنعطي بالان على حسابات معينة في هذه البساطة اعقد من هيك لتعطي initial value للإستاتيك variable. طيب. لو نعمل مقارنة بين الإستاتيك بلوك وبين الكونستركتور. مين رح يتنفذ أول؟ هل الإستاتيك بلوك ولا الكونستركتور؟ يعني نفس الكلاس هون الاسمه student إذا بنروح مثلا نطبع s-out نقوله مثلا barham constructor ونشوف مين رح يطبعه أول وفي المين نروح نقوله student مثلا s-one يساوي new student معطيه مثلا هذا الاسم وهذا الباسفورد. خلينا نعمل إذا بنلاحظ طبعا لنا static block ومن ثم استدعى الparameterized constructor. فاللي بنستنتجه إنه الستاتيك بلوك ينفذ قبل الكونستركتور. طيب كم static block ممكن إني أنشئ؟ هل ممكن إني أنشئ static block واحد ولا أكثر؟ كي لك ممكن تبني static block بالعدد اللي بيدكية. أي مثلا نبني static block آخر. نحكي له مثلا إنه قيمة الاكس بدل ما هي 5 بديها 15. خلينا ننزل تحت ونطبع له قيمة الاكس نقول له s-out مثلا إنه الاكس تساوي قيمة الاكس ونعمل run وأنا بنلاحظ أنه طبع لي static block مرتين استدعى البلوك الأول ومن ثم استدعى البلوك الثاني وبعدها استدعى الكونستركتور. وآخر شيء حكي لي إن قيمة الاكس 15 بناء على البلوك الثاني. فرح يروح استدعى الستاتيك بلوك بالترتيب قبل أي شيء ومن ثم يستدعى الكونستركتور. طيب الفائدة بشكل العام من الاستاتيك بلوك إني أعطيي نشيريزيزيشن للاستاتيك بلوك. وبالغالب بتكون عمليات حسابية. طيب إذا كان في عندي ديتا ممبر مثلا إنتجر A وحبيت إني أستدعى A داخل الاستاتيك بلوك في هذا الشكل. لاحظ رح يعترض وإنت عارف شو السبب. إنه داخل أي استاتيك بلوك المفروض إذا بدت استدعى non-static variable أو non-static data member. المفروض إن عارف object على أساس إن أوصل لها. أما إذا بدأ استدعى static member بوصل لها مباشرة. وأخيرا بعد ما شفنا إنه في عنا static variable, static method, static block. هل في عنا static class؟ class. في عنا static class لكن بخضع على شروط معينة. على أساس إن عارف static class يفترض إنه يكون class داخلي بclass آخر. كيف يعني؟ إذا رح نهون إنشأنا class. حكنا قولي مثلا هذا اللي class اسمه outer class. حكنا له finish. رح رح ينشأ class. هذا اللي class اسمه outer class. طيب. هل ممكن إنه نقول له هون مثلا static؟ باللاحظ أعطاني error. ما حكينا له الاستاتيك مش مسموحة إن أستخدمها على هذا اللي class. على أساس إني أستخدم الاستاتيك كيوورد على اللي class يفترض إنه يكون class داخلي أو ما يعرف بالإنر class. إيش بنقصد بالإنر class؟ الإنر class هو عبارة عن class داخل class. أو ممكن إنا نسميه nested class. إيش بنقصد بالنستد class؟ ممكن إنه نحن هون يكون في عنا برضو class. نقول له public class. وهذا اللي class مثلا بدنا نسميه inner class. بدنا نلاحظ الأمور مشت وما في عندي أي اعتراض. وهو ما بدنا نقول له بدل ما هذا class عادي لا. بدنا نخليه static class. نلاحظ الأمور مشت والعملية تمت من دون أي إيرور. طيب هل ممكن إنه نبني methods داخل هذا الإنر class؟ أكيد ممكن. خلينا نبني مثود بسيطة. مثلا نقول له public void مثلا print. هاي الفنكشن كل وظيفتها. أنا هتطبع message معين. خلينا نقول له مثلا s out مثلا x equal. و variable اسمه x. طيب. هذا ال variable خلينا نحن خارج اللي class اسمه inner class. نروح نعرف هذا ال variable. إنه نقول له مثلا integer x. سمي نكون. لاحظ. معطيني error. ليش error؟ لأنه هون القاعدة بتحكي لك إذا أنت عرفت inner class وهذا inner class كان static. أنت مخول إنك تستدعي ال static variable directly فقط. يعني هون إنه نقول له static. ومن ثم data type بالإضافة للمتغير. رح يقبل الأمور وراح تكون مية بالمية. وممكن إنه نعطيه initial value مثلا نحكي له عشرة أو ممكن نستخدم ال static block. ما في مشاكل. طيب طريقة استدعاء هذا الفنكشن كيف رح تتم بالمين فعليا. أنا عندي two classes وأنا كنت متعود على استدعاء object من class واحد فقط. مش متعود على استدعاء من two classes. طيب هون كونه في عندي static class بحكي لك إنت ما في داعي إنك تعرف object من outer class. على أساس تستدعي هاي الفنكشن. طيب ولا كيف إيش ممكن أعمل؟ ممكن إنه أعرف object من inner class. كيف ممكن في المنطق إنه نعرف object من inner class. أين موجود؟ موجود داخل ال class الاسمه outer class. فعلى أساس أوصل لل inner class رح أقول له اسم هذا ال class ومن ثم dot اسم ال class الداخلي أو inner class. وبعديها ممكن إنه أعرف object. فبهاي الحالة أنا إذا أعرف object رح أعرفه من inner class. مش من outer class. يعني رح أروح على المين. وأقول لك التالي. إحنا هون بدنا نستدعي مثلا الفنكشن اللي اسمه print. كيف ممكن نستدعيها؟ على أساس نستدعي هاي المثول بدنا نعرف object. طيب هذا ال object من مين داك تعرفه من outer class؟ لا نعرفه من inner class. على أساس أوصل لل inner class كيف ده أوصل له؟ آه. رح نقول له outer class dot inner class ومن ثم نعرف object. فأقول بساطة هون رح نقول له outer class dot. بلاحظ جاب لي inner class. ليش جاب لي inner class مباشرة؟ لأنه عبارة عن static class. ما في داعي إنه عرف object على أساس أوصل له. داكت لي بوصل له. فبنحكي له outer class dot inner class ومن ثم بنعرف ال object اللي بدي إياه. طيب هذا ال object لمين رح يحسب؟ رح يحسب لل inner class. فرح نقول له بثلاً obj يساوي إيش في هاي الحالة؟ نفكر في تعريف ال object التقليدي. كنا نمسك اسم اللي كلاس اللي إحنا أجينا منه. فإحنا هون كتبنا outer class dot inner class. معناته يساوي new. نفس السطر outer class dot inner class. نفتع قوس سكر قوس. سيميكونون. وممكن بعدها إنه نقول له obj dot functional print. نعمل run. رح يطبع لي إنه x تساوي عشرة. لأنه إذا رحنا على outer class. رح نلاقي إنه في عندي static variable اسمه x قيمته بعشرة. وأنا هون من داخل function print طبعته. طيب شو الفائدة من هذا التعقيد كله؟ الفائدة إنه لغة java كبيرة نوع عما. وفيها methods وclasses هائلة. فعلى أساس functions والclasses اللي إلهم علاقة ببعض بقسموهم إلى groups أو مجموعات. هاي المجموعات بتكون عبارة عن class داخل class. هذا اللي class رح يكون فيه داخله class آخر. وهكذا. اللي بربط بناتهم إنه functions اللي داخلهم بتكون تقريبا متشابهة بالوظائف. لهيك بيستخدموا فكرة inner class سواء كان الكلاس الداخلي عبارة عن static inner class أو inner class عادي من دون كلمة static. طيب إذا شلنا كلمة static هل رح يختلف التعريف في المين؟ إذا رجعنا على المين رح نلاقي يعترض وعطاني error. ليش عطاني error؟ اه لأنه أنا هون على أساس أوصل للكلاس الإنر أنا ما رح أكون قادر إنه أوصل للمباشرة لازم أعرف object من الكلاس اللي اسمه outer class وعن طريق الobject اللي اسمه outer class رح أكون قادر إنه أوصل للكلاس اللي اسمه inner class. تفاصيل شوي ممكن تحسها سببة إرباك لكن نخد الفكرة بشكل عام. طيب الفائدة الأخرى من الستاتيك كلاس إنها ممكن تزيد مفهوم الانكابسوليشن اللي تحدثنا عنه في بداية الدورة. وغير ذلك إنها بتوضح الأمور للمبرمجين إنه الموضوع بصير عندهم more readable and maintainable بشكل أسهل. يعني سهل بالصيانة. فبهيك الأربع استعمالات للإستاتيك كيوورد صارت معك. اللي بديك تعرفه أول استخدامين ولهم الإستاتيك فاريبل والإستاتيك ميثود. بالنسبة للإستاتيك بلوك والإستاتيك كلاس بيقلوا أهمية حاليا عن الإستاتيك فاريبل والإستاتيك ميثود. ركز على الإستاتيك فاريبل والإستاتيك ميثود. وليش إحنا شرحنا الباقي؟ على أساس إذا شفتهم في أي مكان تكون عارف لو بشكل بسيط كيف ممكن يشتغلوا. وبالنهاية فكرة الإستاتيك ممكن إنك تلمسها في أي تطبيق بتشوفه إذا فتحت على settings ممكن من settings تشوف إنه في عندي أكثر من language موجودة. سواء كانت عربي، English إلى آخره ممكن تشوف إنه هذا الابليكيشن ممكن إنه يدعم dark mode أو ما يدعم dark mode. فاللانجوج والدارك مود هل هم خاصين بأبجيك معين أو بإنستانس معين؟ لا. هم عبارة عن property مشتركة بوصل لها أي يوزر سواء كان registered في الابليكيشن أو مش registered ممكن إنه يغير في هاي العددات فهي مش حكر لأبجيك معين فاللي بيصير إنه إحنا وإحنا بنبني class اسمه settings رح يكون في عنا property سمها language property سمها dark mode وطبعا هدول البروبراتيز رح يكونوا عبارة عن static variable. ليش static variable؟ لأنهم ما رح يكونوا حكر لأبجيك معين وأكيد هدول الستاتيك variable رح يكون لهم ستار وقتر خاصة فيهم على أساس أنا إذا بدي أبدل اللغة من عربي إلى إنجليش بستدعي الستار اللي بيقوم لي في هاي العملية بدي أغير dark mode من on أحط off بدي أغير من light mode ل dark mode بستدعي المثود المسؤولة عن هذا الكلام من داخل اللي class اللي اسمه settings أنا عارف الموضوع أخذت شوية وقت لكن بتمنى إنه يكون رزق ببالك وعرفت شو الاستفادة الحقيقية منه الله عطكم العافية شوفكم في موضوع جديد سلام عليكم